جماعة البيتكوين يرتفع الآن ولكن هل هذا شيء نقدر نوثق فيه؟ راح أتكلم هنا عن خطر لسه موجود في المستقبل القريب للبيتكوين وراح أتكلم كمان عن كل الأشياء اللي لازم تعرفها حاليا إذا انت مستثمر في الكريبتو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت تجد على هذه القناة سوى سبسكرايب وفاعل الجرس الآن طيب خلونا الآن ندخل هنا يا جماعة اللي تقدر تشوفوا هنا نقدر نشوف أنه حصلنا على ارتفاع هنا في البيتكوين دخلنا إلى هذا الخط البني عند 20 ألف دولار وحصلنا بعدين على ارتفاع من هذا الخط البني للأعلى والآن نشوف نفسنا أنه نحن الآن قاعدين نحصل على إعادة اختبار لهذا الخط البني عند 19 ألف وثمانمائة دولار فهذا حاليا الآن الشكل شكله محترم جدا هنا للبيتكوين على فريم الأربع ساعات ولكن حاليا في بعض الأشياء اللي لازم نركز عليها أولا وهو أنه المستوى الهائل اللي لازم نكسر فوقه أو اللي عايزين نكسر فوقه هو لسه هذا المستوى هنا في الأعلى عند 22 ألف وخمسمية دولار فيعني حتى ولو إنه الشكل هنا شكله جيد جدا ومحترم هذا يعتبر ولا شيء إلا عندما نكسر هنا فوق هذا المستوى عند 22 ألف وخمسمية دولار وليش هذا المستوى يعتبر مهم جدا هنا؟ هذا المستوى يعتبر مهم لأنه إذا رحنا هنا على الفريم الأسبوعي وطلعنا هنا خط Moving Average 200 نقدر نشوف يا جماعة إنه هذا الخط الأخضر هنا موجود عند 22500 دولار وفي السابق كمان حصلنا على شمعة خضراء هنا ولكن ما قدرنا إنه إحنا نطلع ونوصل إلى خط المقاومة إلى خط الموفينج أفريج هذا هنا عند المستوى 22500 دولار وبعدها حصلنا على هبوط الأسفل فإلى أن نطلع هنا ونكسر فوق هذا المستوى 22500 أنا ما راح أدخل في صفقات هنا في الكريبتو إلا في حالة يعني إذا ماشينا هنا لفترة طويلة بشكل جانبي فأكيد الوضع راح يتغير ولكن في الوضع الحالي في الوضع اللي إحنا فيه حاليا إلى أن نطلع فوق هذا المستوى عند 22500 دولار أنا ما راح أدخل في صفقات هنا تحت هذا المستوى طيب وبالكلام عن الموفينج أفريج 200 هنا نقدر نشوف يا جماعة إنه إحنا الآن حاليا أقفلنا ثلاث شماعات أسبوعية تحت هذا الخط وهذا الشيء يعتبر مهم لأنه يا جماعة هذا الشيء ما قد حصل أبدا في حركة البيتكوين في السابق وفي الحقيقة نشوف هنا إنه كنا ننزل بشكل سريع تحت هذا المستوى ولكن إذا عايز تحسب هذه الشمعة فنقدر نحسب هذه الإقفال هنا تحت هذا الخط أكيد يعني حتى على الرغم أنها مش شمعة كاملة ولكن خلو نحسبها إنها شمعة هنا أقفلنا تحت هذا الخط وهنا في هذه المنطقة ما أقفلنا ولا شمعة تحت هذا الخط وهنا في هذه المنطقة عندنا بعض الإقفالات الصغيرة هنا الشمعات صغيرة جدا تحت هذا الخط هذا كان هنا في فترة 2015 فما بعدنا بمسافة طويلة هنا من عند هذا الخط وبعدها حصلنا على إقلع للأعلى فأهلا حاليا يا جماعة قاعدين نشوف التاريخ ينكتب هنا للبيتكوين وهذا يعتبر شيء جديد وهذا أكيد يعتبر شيء رائع أنه نشوفه يعني إحنا حضرنا هذا الشيء فنقدر نشوف أنه هالشمعات هنا بعيدة جدا عن هذا الخط وبشكل عام أعتقد أنه إحنا الآن بمستوى قريب جدا من القاع إذا أريدي ما قد ضربنا القاع أعتقد أنه ممكن نحصل على حركة هنا ترند هابط حركة هابطة شوية وكمان حركة جانبية ولكن ما أعتقد أنه إحنا راح نهبط بشكل قوي مثلا إلى مستوى 10 ألف دولار أو شيء زي كذا ولكن أعتقد أنه عايزين نشوف حركة جانبية هنا للبيتكوين عايزين نشوف شوية وقت هنا يمشي على البيتكوين بهذه الحركة الجانبية وبعدين راح أدخل في صفقات جيدة هنا في البيتكوين طيب بالنسبة الآن للأسواق التقليدية الأسواق التقليدية يا جماعة تقدروا تشوفه أنه حصلنا على ارتفاع هنا في الأسواق التقليدية أمس ارتفعنا هنا إلى خط المقاومة التبعي هذا هنا عند 3852 دولار ولكن بعدها نشوف أنه حصلنا على هذا الرفض وهذا كمان هو سبب هبوطنا الآن هنا في البيتكوين كمان فهذا الآن حاليا يعتبر مستوى مقاومة مهم جدا هنا فأتأكدوا أنكم تظلموا راقبين هذا المستوى هنا في الأسواق التقليدية طيب والشيء الإيجابي حاليا وهو أنه عادة أو في العادة شهر 7 اللي هو شهر يوليو يعتبر الشهر إيجابي هنا للأسواق التقليدية تقدروا تشوفوا هنا أنه في الخمسة عشر سنة تقريبا الماضية تقدروا تشوفوا أنه في شهر 7 أغفلنا فقط بشكل أحمر مرة مرتين ثلاث مرات فعادة هنا شهر 7 كان يعتبر شهر جيد هنا للأسواق التقليدية فهل تعتقدوا أنه راح يكون كمان هذه المرة شهر إيجابي أم لا خلوني أعرف رأيكم تحت في التعليقات طيب كمان أريد أن أتكلم عن السلسيوس نتورك حاليا السلسيوس نتورك بدأت أنها تدفع ديونها نحن عارفين أن السلسيوس نتورك عندها ديون كثيرة على الميكر وعلى الآفي فحاليا هم بدأوا أنهم يدفعوا ديونهم فتقدروا تشوفوا هنا أن مستوى الليكوديشن كان عند تقريبا 17 ألف دولار أو 15 ألف دولار الآن نزل إلى مستوى 5 ألف دولار فحاليا نعتقد أنه شيء آمن أنه نقول أنه ما راح يتم عمل الليكوديشن للسلسيوس ولكن لماذا حاليا هم قاعدين يدفعوا هذا الدين؟ تقريبا لأنه هم عايزين يتخلصوا من هذه الصفقات أو هذه البوستيجن وبعدها راح يقدروا أن هم يعلنوا يفلسهم ويدفعوا باقي المستحقات اللي عليهم يعني من بقية الأموال اللي عندهم فرح نشوف إيش اللي راح يطلع من هذا الشيء ولكن يعتبر شيء مثير أنه نشوفهم هنا يدفعوا الدين اللي عليهم طيب والآن جماعة قبل نبدأ نتكلم عن هذا التشارت المثير جدا هنا جماعة لا تنسوا أن تسجلوا هنا في البايبت وتطلبوا كمان هذا البونس بقيمة 4530 دولار من البايبت تقدروا تستخدموا هذا الرابط إذا عايزين تطلبوا أو تحصلوا على هذا البونس طيب الآن خلونا نتكلم عن حالة السوق طيب هذا التشارت الجماعة هنا يوضح لنا عدد العناوين النشطة ونشوف هنا على هذا التشارت أن العناوين أو المحافظة تعتبر الآن منخفضة جدا جدا والمعروف هنا أنه يعني في البول ماركت أكيد يعني نشوف هنا عدد العناوين النشطة هنا مرتفع جدا لأنه الناس كثير يدخلوا والناس يكونوا متفاعلين وبعدها في البير ماركت نشوف هنا أنه العناوين النشطة تقل لأنه الناس يطلعوا من السوق والناس يبيعوا البيتكوين ويبيعوا العملات اللي عندهم ويطلعوا من السوق واللي يبقى معنا فقط هما المتمسكين في البيتكوين على المدى الطويل هذا هو نفس الشيء اللي شوفناه هنا في البير ماركت في عام 2018 وكمان هنا شوفناه في فترة 2019 و2020 كمان وهنا كمان نشوف نفس الشيء نرى هنا أنه كان عندنا ارتفاع قوي هنا في العناوين النشطة مرتين والآن حالياً نرى نفسنا هنا داخل هذه القناة اللي معناها أنه ما عد في سواح زي ما يسموهم هنا في هذا المقال لأنه فقط يأتي مع الموجة ويروحوا مع الموجة فيعني الناس الآن المتوقعين هم الناس المتمسكين في البيتكوين على المدى الطويل طيب إذا نزلنا هنا تحت كمان راح نقدر نرى عدد الكيانات النشطة حالياً فهنا عدد العناوين النشطة أكيد يعني كل شخص يقدر يكون عنده عدة عناوين مختلفة ولكن كمان هذه الطريقة هنا أو يوجد طريقة علشان يجمعوا عدة عناوين ويجمعوها تحت كيان واحد فيعني على سبيل المثال خلونا نقول إنه مثلاً أنا عندي عشرة عناوين فأنا راح أمثل هنا كيان واحد فقط في هذا التشارت فكمان إذا شفنا هنا على هذا التشارت نشوف النفس الشيء هنا عدد الكيانات النشطة الآن يعتبر في مستوى من خفض جداً جداً إذا جماعة ركزتوا هنا على هذه القناة هنا في الأسفل تقدروا تشوفوا إنه إحنا الآن عند أقل قاع على الإطلاق فزي ما قلنا يا جماعة هنا عدد الكيانات النشطة قاعد يقل والناس المتبقيين يبدو إنهم فقط المتمسكين على المدى الطويل ولكن هذا مش معناته إنه خلاص يعني الآن مستحيل نهبط أكثر أكيد يعني دائماً ممكن نهبط أكثر ولكن كلما زاد عدد الناس هذول يعني عدد السواحي زي ما يسموهم عدد الناس اللي ما يقدروا إنهم يتحملوا الهبوط هنا في البيتكوين كلما زاد هذا الشيء كلما زاد هذا العدد هذا مش شيء جيد فإذا تخلصنا من هذول كلهم فالمتبقي هنا فقط هم المتمسكين في البيتكوين على المدى الطويل واللي عندهم إيمان في البيتكوين وبعد هذا الشيء فيه فقط اتجاه واحد البيتكوين راح يروحه وهو الاتجاه للصعود فحالياً مش قاعدين نشوف نمو هنا في الكيانات عدد العمليات كمان قاعد يهبط فأتوقع أنكم فهمتم المقصد من هذا المقال النشاط على شبكة البيتكوين من الناس السياح الآن قاعد يقل بشكل كبير وسعر البيتكوين هبط والآن نحن نوصل إلى النقطة اللي المتبقي فيها فقط هما المتمسكين على المدى الطويل فقط فإيش لا تتقدو يا جماعة بخصوص هذه الإحصائية اكتبوا لي رأيكم تحت هنا في التعليقات جماعة هذا كان كل شيء عند اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم